مرحبا بكم الكل نستقبلوها هذه فتنة غياب كبير جدا على ساحة السياسية مادام سامي عبو مرحبا 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 بيك بجميع مستمعين اي افم يعيشك القيادية في حزب الطيار الديموقراطي غيبة كبيرة على ساحة السياسية وتوجست في القوف من خبيو شايحنا على المسلمين قلت راو كان اختيار انتي حبيب تبعد شوية ترتاح شوية ولكن كنت ناشطة داخل حزبك الظهور الاعلامي يمكن انقص واليوم ترجع لنا سامي عبو للحديث على مستجدات الساحة السياسية ما يحدث داخل الطيار الديموقراطي وخاصة المرحلة المقبلة كيفاش انتي تراها بناء على اللي صار قبل وعاوة عليش شو نقولك بناء على اللي صار قبل حب ساعة فما حاجة للتاريخ سامي عبو حب نسئلك عليها هل طلب حزب الطيار الديموقراطي من رئيس الدولة حل البرلمان هذه خلينا ساعة نكونوا واضحين خطر اخر مرة رئيس الجمهورية تحدث وقال راو جا في امريكيا دا يا ها مشايل امريكيا قالوا مجاوني لحزاب قالوا لي حل البرلمان راو معاش نجمو هل كان الطيار الديموقراطي من بين الأحزاب اللي مشي رئيس الدولة قلوح للبرلمان هو صار اجتماع مع الأحزاب مع الكتل البرلمانية في البرلمان في مؤسس رئيس الجمهورية مع رئيس الجمهورية صدع مختلف الأحزاب اللي يمثل في البرلمان من النوعه ما عدا وقتها تياف الكرامة والحزب الدستوري ما كانش ممثل لحد علمي انا ولا واحد لب منو حل البرلمان سمحني من عرش وقتاش قالوا هالو من عرش المانين بتاتخ ينكو اما ما قال هالو حد حد علمي ورغم هذا بعد حل البرلمان وبعد 25 جويل يا سامي يا عبو قلت لي انتي فرحانة برشا قلت بكيت من الفرحة لانو هذاك الي يلزم يصير بالنسبة ليك ما بعد نعرفه شنو اللي سات ما بعد نعرف شنو اللي سات تطبيق فاصل ثمانين ما كانش كي ما كنت انتي تنتظره حزب الطيار الديموقراطي المرسوم يو 17 الى غير ذلك تيوان الفترة هذية بتطبيق رئيس الدولة لي خاري الطريق سامي عبو ما فما حتى لحظة حسيت فيها انو فما عودة لك الاحساس اللي حسيته في 25 جولي انو ما زال هناك امل للتغيير بالطريقة اللي بكش انتي تراها مناسبة احنا بتبعتنا كتيار ديموقراطي نحب نذكر ناقصتكم المعطا هذية احنا بتبعتنا مجمدين اعمالنا في البرلمان مقبل ما يجمدنا رئيس جمهورية ولا يجمد اعمل البرلمان تيار ديموقراطي وكتلة ديموقراطية وقتها مجمدين اعملين في جسل عامل وانا حذروش في اللي جائل ما نحذروش في مكتب المجلس ما نحذروش واعلننا صراحة تجميد اعملنا صلب البرلمان علش؟ على خطر انوصلنا في البرلمان في النقطة العودة معانتها حكم عصابات باعتم معنى الكلمة وفوضى ومعانتها استهزاء بالسلطة واستهزاء بالشعب لذلك معانتها احنا وقتها قررنا تجميد اعمالنا في البرلمان فكان القرار بتاريخ الجمهورية هو بو فاليدي كان اذا حبيت انتي مثلاً ولا الحب اللي يسمع فيه اه توجه بتاعنا او بالاحرى الخيارات نزيد اكد عليها قال فولا اي انجمدو انجمدو البرلمان خلنا نقول علش قلت مش حل البرلمان فما فرق لانو قعنا لاختيك الكاتخافان اللي برشة ناسل تولي يقول لك ليه اذاك انقلاب انا اللي يحدر انا نقول لك 25 جوية ما كانش انقلاب كان تطبيق الفصل الثمانين مش ما ندخلش في التفاصيل تأويلات معاها مكش معاها غموض النص مش غموض النص الخطر متاع الفصل الثمانين كان ينص على خطر خارجي وهذا خطر ديخلي اه تنازع السلطات بين الرئاسة والبرلمان كانت مش كون نتيجتها وخيمة على الامل واستقرار اه مثلاً حكومتين وشرعيتين ربما يرجعون الوضع اليبي هذا كل مش ندخل فيه فقط مش نقول اللي حبينه ما حبينيش كان موجود الفصل الثمانين في الدستورة في الوضع واضح يعني اللي تم في 25 جويلية كان بالحق كان ممكن تبني عليه كان ممكن تعمل به نقلة لتونس كان ممكن تعمل به مثلاً رجع ايجابية الي وترجع السكة وترجع المسار الديمقراطي والمسار المؤسساتي والعودة والدولي بالدولة كما ينصوا عليه فصل الثمانية والفصل الثمانية صادق عليه البرلمان كيما صادق على السورة في الوضع تبقينا اللي صار من بعد ودايو انا جيتكم وقتا بعد 20 جوغ من بعد من اللي بداي يحط في الثنية الغالطة يودي راو طلع على خيت اللواج ماشي ماشي لسوسة أعطيه فرصة عرضي فرصة شنوها! إحشagua قمت الطبيعة! عرص يكأتيه لئي! أعطيه كنا! لايك silver! إ Speed! سأحذر الحدث! كنا حزب بالحق حزب مسؤول. عرفنا اللحظة بتا 25 جويلية. ما كان شرق معنا خلاف في داخل الحزب. وسراعة كبيرة داخل الحزب. من هو ضد الفصل الخمسة وعشرين وضد تطبيقه في اللحظة ديكة. وكان ثم شكون معا لك بتحفظ ومع تأخي التريق. وكاننا بالحق معنا تا الخلاف اداية تسبب فيه شرخ. نجم نقول في التفتيار الديموقعاتي اللي تلمل ما. في تلمل ما وقتاش. وقت اللي اعلن صراحة يعني انحنافه على الدستور وانقلاب عليه. انقلاب. وانقلاب لليوم. معنا انقلاب نحنا. اللي هو مرسوم اه مية وسبعتاش. اه لسرات اثنين وعشرين. لكن انا اذكرها. سمحني اخلو جيت تقبل. اه. وقت ما زي كي بدا. عطيناها خيط طريقة وديهاو. راي سهلة ياسرة. لو عندك من اي لكي هيدا. عندك هيدة مكافة فساد. عندك القضاء ثم قضاءات محترمين ونظافة. لو مش كلهم مورثين. سيب. ها عمل. اعمل. ابدأ. ابدأ. لو عندك هيئة مكارعية. عندك هيئة متعليزية. وعند القائمة متع الانتخ الانتخابات اللي هي ناسي تتلعب شراء الضمام. عندك عندك مؤسسة الدوات نجم تعمل عليها. كمان. يا هيتم شو للي زي. ومنها الى نتائج المشاركة في الانتخابات حسب رايك. هل احسن رئيس الجمهورية من جهة. والاحزاب السياسية من جهة اخرى. قراءة نتائج المشاركة في الانتخابات سامي يا عبو حسب رايك. يعني قراءة المشاركة في الانتخابات هي هزيمة الساعة لقي ساعد. ام مش انتصار المعارض. شكون واضحين. خلصنا مش كدي لها هزيمة قيس ساعد وانتصار المعارض. هي هزيمة التونس. اكبر منها هزيمة القيس. لانه لما تشوف الشعب التونسي استقالة من الحياة السياسية. استقالة. اعلان استقالة. هذي مؤشر خطير. الجزء منه يتحملوا كبير يتحملوا قيس ساعد. وجزء اخي يتحملوا كيف كيف الناس اللي كانت تحكم قبل 25 جويل. لاني لما نقول انا اليوم اراو اني ضد 25 او بالاحرى ضد المسار. المسار اللي عملوا قيس الساعد متاع الانفراد التفرد بالحكم اللي قيري. لا يعني هذا. اني انطالب العودة الى ما قبل 25 جويل. هذا لا يعني هذا فهمت. انت يجب ان تكون منسجم مع نفسك. اللي يخليك ترفض ما قبل 25 جويل يا. الحكمة بتاع الهيمنة على مفاصل الدولة والقضاء والامن وتعيين الولايات والواحد. نفس الممارسات تخليه نرفض ما بعد 25 جويل يا. لانه نفس الشيء قاعد يتكرر. نفس الشيء قاعد يتكرر. يعني انا سبحني انا بش نجي مع قيس. عليش. قاعدنا مع مشومك اللي يجيك ما اشوم ماتا بالمعنى هذية. ماتا قاعدت انا مع جماعة اللي كانوا فعلا يهيمنوا على القضاء. وفعلا يرقدوا في ملفات. وفعلا يستعملوا في القضاء كآدات لتصفيت حساباتهم على مقاسهم وبطبيقتهم. وفعلا الهيمنة على الادارة. وفعلا الهيمنة على الامن. وفعلا التعيينات والولايات والمعتمدين الاخيري. هذا كله كان موجود. وهذا كله لفظينه. وعن نعتبروه انه هذا سبب انهيار الدولة. وبداية خرابها. اللي هو هذية الشيء هذية الحكم. الحكم اللي اللي مش من بثقة على قواعد وعلى الدستور وعلى مؤسساتها. وانا من بثقة على اشخاص. وعلى مسالة. يا مسامي عابل قل قيس سعيد ماندو السرقة ماندوش الفاسد. هو رئيس غير غير فاسد. وما هو شي هذي في امويل الشعب. ويحب يرجع امويل الشعب. هذا كنت خير من اللي كان اقبال. شكونا اللي قال رئيس غير فاسد. لا انا. شمدخني في رئيس غير فاسد. لا الناس اللي اليوم توسيند قيس سعيد بيقول لك لا يا اخويا لا مشومي لا لما اشوم خلينا مثالش. هو رئيس عنده اخطأ سياسية ولكن هو رئيس صادق. اه 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 انا 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 ا السياسي والعنال رئيس جمهورية سمحني اعلناء اعلناء في 25 جويلة دستور 25 جويلة دخول حيزة النفاذ دستور 22 اه دستور 25 جويلة وانهاء دستور 24 لكوردو احنا في دستور 24 عنال رئيس جمهورية وقع انتخابه انتخاب عاما حر مباشر في اطار ديموقاطية وشفافية الى الخيري باغلبية كبيرة وكبيرة جدا انتخابه من اجب ملاص صلحيتين الدفاع والخارجية وقدر يمين على هذا اوكي انتي جيت اليوم انهيت انهيت الدستور اللي بمقتضاه انتي خليت المشروعية متاعك وجيت قول دستور جديد اوكي في احكام الانتقالية عندك شي حاجة بتاع الباساسيون ما عندك شاي عندك باركان دخل مجال التشريعي المجال التشريعي يقول لك يبقى العمل بدستور اه بالمرسوم مية وسبعتاش عفوا في خصوص المجال التشريعي الى حين انتي خاب مجلس نواب جديد يا كوردو اي ورية اسية شو عملت شو عملت لنا يا سيدي قاية سعيد ما اقول شاية جمهورية يا سيدي قاية سعيد شو عملت دستور بالرئيس الجمهورية حتى شاية شا عملنا عتيني انتي الاحكام الانتقالية براك راوها يخدتها فيه اربع فصول اربع احكام ما عمل ولا شي معتا شنو معتا هذي السطو سطو علي سلوحيات السلطة التنفيذية بدون موجب دستوري وسند دستوري فهو سطو هذي تسمحني هذي حكم حكم القوي حكم العسكر حكم الامن حكم المراسيم حكم السلطة التنفيذية بدون سند دستوري اسمه لو انقلاب وعقوب توخيمة جدا بي مادام سامي عبو اقدر جدا جوريس اللي فيك طبعا وانتي قراءة قانونية ودستورية ولكن تعرف انو المدة الاخرى برشا امور صارت بالانتباع في علاقة بالاستفتاء بالاستشارة فما ناس شاركت في الاستفتاء في الحمالات وهي لم تقرأ دستور دونك الاني فو دليكتور مختلفين على الاخر انا عطيتك انتباع عام اللي ناس قاعدة تحكي فيه تقول لك الرئيس هذي كوريكت ما هوش فاسد نخليوه نشوفوها ويني نجم يوزل دور ترجع لي النقطة نذهب واش نحن نحن نحكي فيه اييي تفضل طوى تفضل طوى خط شو الشو الخزول كتقول لي ما هوش فاسد سامحني عامل عليهم زياء ربي سامحني عامل عليهم زياء بالحق بالحق تقولي راو دستور راو رئيس ما هوش فاسد بكش عامل عليهم زياء هذي اي واحدة ثنين والله انا ما نقولش راو لنقول لا فاسد ولا نقول ما هوش فاسد مدام ما عناش احنا تقرير بتعم حكمة المحاسبات عالتصرف المالي بتاع رئيسة الجمهورية اللي الميزانية متاحها تزادت بشكل كبير ومضخم مدام ما عنديش انا رابار بتاع المحكمة دستورية بتاع اوديت صارت منجمش نحكي مراه على سوق التصرف ولا على الفاسد ولا على حت شيء لا نقول لا بيه ولا خيب وحتى فرزن فرزن وان شاء الله نتوقع عينا بصراح خاطر يا خيبة المسعة كانت اطلع هذي فما من ايه ومبعد ايه وماذا وبعد هذا وبعد هذا مع انت سامحني انتي بكش عامل مزياء على العباد تقول هانا هانا محمد الحمدولة تخلنا للسلطة معنا عشر سنين وخرجنا والحمد لله بكش عامل مزياء على العباد انا مش قلين حالة شغور منصب رئيس الجمهورية انتخابات رئاسية مبكرة الغاء الدور الثاني خنافة مو معاك طيار ديمقراطي شنو يقترح حالين سامية عبو ضيفتنا القيادية في حزب طيار الديمقراطي بيه بدهم سامية هتنبشي وتوى الى البدائل او الحلول بعد ده نتائج الانتخابات التشريعية اللي انتي قلت هزيمة لتونس وهزيمة القيسعيد بالاساس اسمعنا العديد من المقترحات اذا يوخ ظهروا برشا مبادرات خارط طريقي انقاط تونس مبادرة لحوار عبير موسيق بلا شوية تدعو لاعلان شغور منصب رئيس الجمهورية نظرا انه جزء ما تقوله انتي ماخذ منزوز دستير شرعية ومشروعية ومعاش فاهمين اليوم كيفاش قاعد تقود في البلاد شو موقفك انتي سامية عبو موقف طيار الديمقراطي ساعة موقف طيار الديمقراطي بش نتعصف عليك سمحني الخلوط خاتما كيش تحدى على جنة نظام نعرف رهوا عنا مجلس بطني على قريب لا نصرح معاك شنو ما الحلو يولي انا اه اه احنا عاشقتك للتيالة العقلية دونك اعسيني من اني نعتيك رايف الحلو اما باقونت اجبت دقش معاك في مسائل اللي تتحق انشي معاك قولي انتي خبيت رئيسية مبكرة اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية الغاء الدور الثاني شو اللي تراها انسي لفترة الاكثر واقعيا انا حسب رايي انا متل متواضع معتها حسب ما قاعد نسمع اه احنا شنو اللي يخلى شنو ما اللي يخلى يصير فانسانك جوية ويصير اعلان عالفصل الثانواثمانيه وتلقى غالبية الشعب باش ما نقولش اه اه الاجماع اغلبية الشعب الشعب التونسي معا هيدا الاجراء عليش راو بجميع ما عندها حساسيات او اطيفها ونخبها وعمتها عامت الناس وإلى خير عليش على خير الناس كانت متعطشة لحلول متاع تقويم الحكم تقويمه بمعنى اسلاح ادارة الحكم كانت ادارة الحكم معانا تقرار مش ما نقولش حاجة اخرى دوق انا ذي بزوان كنا مستحقين الرجا تسلح تسلح هال الادارة السيئة وترجع وترجع حسن سير دوليب الدولة اليوم انا اليوم وقلك ما زلنا مستحقين لهذا احنا حتى كيمش تعمل نجم تعمل انتخابات مبكرة رئاسية تشريعية نجم يبعد قايس ويتنحى ولا يتخلى ولا يستقيل ولا اللي هو معانا تنجم وترجع تعملونا هيدا كله ايوم بعد ومشين مش نرجع نفس الادارة الحكم الرديئة لما تفسيرا كان هالأمور مستعجلة ولانو مثلا كنشوفوا اذراب النقل للبارح ونشوفوا تابعاته على تعليم الجامعي ونشوفوا على مختلف المستويات فما امور سفا باع معانا نحكلت ات منين الاسلاحة كله منين يبدأ حاسب رايض المس clapping ان شاء بiny um اي انا لا قلت لكنا ق carve out why people say something of our commentary انتخابات ع pass is in the desert انتكابات هي الاساس منتع كل سلطة ديمقراطية بتبها الرئاسية خ總اع nosotros ستحب كاتيرا ما هي انتخابات مدنية ما هزتذية انتخابات في تاريخ العالم مش تاريخ تونس علي وضع نحينا في حتى تاريخ في حتى عصر من تاريخ من بداية مفهوم الدولة الحديثة والانتخابات الاخيرة ما صارتش المهزة بتاع انتخابات قيس السعي لكن هذي نقول لازم ثم انتخابات أما أنا نقول هل انتخابات وحدة كفيلة باش دخلينا نقوله تونس غدوة خير باش نأمن على حكم بلاد غدوة باش نأمن على أمنها باش نأمن على تقدمها تطورها على إدارة حكم سليمة نقول غير كافي أنا حاس براية أنا نقول لك غير كافي لأنه فهم حلقة ناقصة الحلقة اللي هي ما نخلطوش الحابل بالنابل ما رجعش ناس بارح في الليين معناتا متورطة في دولة في حكم في قائرات في قروض في اتفاقيات في تسمسيرة في سمحني بالكلمة في رشوة في إلى خيري رجع نفس الأشخاص هذوما بش ديرولي بش ديرولي المرحلة القادم أعطيني أميكانيزم واضح اليوم للنجم يكون موجود على أرض الواقع أنا باش نقول لك حاجة باركة مثلا الاكزامل بنا عليكي كان عرف روح بشي تيح شعمل مشي عمل هيئة متاع مكفحة فتحة مرة لياح وكانت هيئة كبيرة وهيئة ناجعة وتقليل متاح نشدو بيلي اليوم احنا عنا الأجهزة بتاع الدولة متوفر عندها كل كل لغابورت سوا في بالك انتي خلود اشت عندك شما 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 عندك شفت مثلا القارب المثقوبة متاع رئيس جمهورية يعرفوا اللي هو مصدوبة يعرفوا يعرفوا دابو الزيت لي وسط العتار هما جابوله يا سيد تم دابو الزيت هدد على العتار هاي ننتلقوا ما غادي عكا انتي لق دوك يعرفوا 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 كل شي دوك انتي جوست جوست اعتي معانتها تجد جد مثلا ايرادة حقيقية للخوض في هيكذا اني لفيت هاني قلتك مش نعطيك حل لنا جوست اعطيتك اشارة انت حاجة ان الراها كذيش ما تبني اما بلحط معك عنا مجلس وقت اني انشاء الله على قريب لو سيتو لويت جنفيير بشتسير فيه بتبعه على سد الشغل في الامان العامة وبقية الخطط وكيف كيف موقف الحزب من المبادات يعانو عرض علينا بشا مبادات خلينا نحكيو نحكيو على الحزب توا الطيار الديموقراطي انتي دي ما تقول انو عقلية وغير مرتبط بسيم يا عبو ولا محمد عبو ولا غيرو لكن وقت اللي جاءت الاستقالة بتاع امين عامة الطيار الديموقراطي صارت نوع من الرجل في علاقة بوضعية الاحزاب في تونس يقول لك بعض صدور نتائج المشاركة في الانتخابات عنا امين عامة خرج من حزب فما زيد قيادات اخرى اللي تقول لك انا اليوم نعمل باكثر حرية خارج الاحزاب هل حقيقة وبصراحة نعمل باكثر وضعية الديموقراطي ولا غيرو اليوم فما بديت الفكرة انو الاحزاب ما عادش عندها دور كبير انو اليوم اللي يحب يكون كافاءة يكون كافاءة خارج الاحزاب الى غير ذلك كما هو شوف هو ما بتبعها كل واحد حر معانتها هي حرية قناعات كل حد في شي يرا نفسه منها موقعي نجم يفيد اما انا حسب انا حسب اي انا اذا كان اللي هو تعدي تضرب طول الاحزاب السياسية فكرة الاحزاب السياسية له اكبر جرم يصير في حق معانتها الدول الدولة ونحكي على تونس كي نضربوا الاحزاب السياسية تقول لي احزاب السياسية لدينا مشكلة كبيرة انا مشكلة متع الشفافية احزاب السياسية مشكلة متع مصادر التموين احزاب السياسية مشكلة متع التداول السلمي على مناصب والامانات العامة في الاحزاب السياسية مشكلة متع قيادات اركيك قادم هايمنة لكن لا يعني هذا انو نقطه لحياة الحزبية لانو الحياة الحزبية هي النواة الحكم غدوة انا معا انو يصير انا عالش تقول توا قادة في الطيار واليوم غدوة قادة في الطيار بالعكس توا اكثر من اي وقت متمسكة بحزبي ومتمسكة بالعمل الحزبي داخل طيار الديمقراطية علاش؟ لانو يازم تصمد الاحزاب فيها كذا زوبة عاصرت سامحني انت شكومش يعملك برامج سياسية غدوة شكومش عندو شكومش يجمع يجمع الكفاءات ويجمع متنوع من جميع الميادين مش تعطي ترح وتعطي تصور وتعطي مثلا رؤيتها للحكم غدوة شكومش يجيب غدويكا كيوصل للحكم بش يحط الكفاءات ويحط مثلا الناس اللي هي يعرفوها تكوينها قدراتها طاقتها مدى انها تكون نجمة تملك البس هذيك هيا الاحزاب السياسية هنا جربنا على الافراد هنا جربنا على الافراد ما هو يا احزاب وقت الافراد تخفي في داخلها احزاب موسيطة بتباع بش يعمل ولاه جسم موسيط يا هيكل يا ملظمة يا جبهة هذيك احزاب موسيطة لتقل الطبيعة مطيحة على احزاب السياسية مع بقاء العمل في صلب الحزب لكن مع الضغط والدفع نحو اصلاح قانون الاحزاب مرسوم الاحزاب اصلاحه مع تمويل عمومي الاحزاب ممنوع تمويل غير عمومي اعطي الاحزاب اعطيها الدولة تصرف عليها بشغلها تلقاها مع الشفافية وجوبا في المعاملات المالية مع وجوبا اجلاء المؤتمرات وديموقعاتية الاخيري بديك بش تتكون انت تتكامل الحزب سياسي اهلا تلقاتي عقلي بيهي سامية عمومي انا معودش اسئلتك برشا سؤالات حول الموقف الحزب وشي المبادرة بشي كونو فيها ساحترم هنا المجلس الوطني ما تعدني الترجع بعد المجلس الوطني نرجع 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 شكرا 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 شكرا